تعالوا بقى نروح لكريستيانو رونالدو واللي احنا بقالنا فترة فيه كلام كتير داير بخصوصه ده حيروح النصر السعودي لأ مش حيروح الكلام ده مش حقيقي ده رايح الدوري الامريكي مين اللي قال الكلام ده الكلام ده مش مصبوط مؤخرا يعني عبرت شقيقة كريستيانو رونالدو عن رؤيتها هي للجدل اللي حاصل ده واثارت جدل شديد بعد ما كتبت على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على اقتراب شقيقها للانتقال الى نادي النصر السعودي خلال الايام القليلة المقبلة استخدمت شوية كده ايموشنز معينة في اشارة صريحة منها لان الكلام ده مش مصبوط وقالت طبعا ان الكلام ده مش حقيقي هي بتوشيل ان كل ما يقال حول هذا الامر هو مجرد اشعاعات وعلقت وقالت نكتة نهاية العام طبعا في نفس الوقت في كتير من الصحف الاسبانية بصفة خاصة يعني قالت واكدت قرب انتقال رونالدو الى نادي النصر السعودي ولكن في نفس الوقت فيه اتجاه اخر بيشيل الى امكانية لانتقاله للدوري الامريكي قدينا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين على كل الاحوال اكيد كلها ايام وندخل بقى فيه فترة الانتقالات الشتوية واكيد هنعرف الموقف النهائي الخاص بها دي الاسطورة الكروية ارهير متكررة كريستيانو رونالدو مسيرة حافلة مليانة نجاحات مدوية واحد من اعظم من لعب كرة القدم عبر تاريخ كرة القدم بالكامل